تعال اقول لك ازاي تعمل فيديو بالزكاية الاصطناعي زي اللي ظهر قدامك ده وبشكل مجاني 100% هتستخدم الموقع تعمل منه فيديوهات وكمان تقدر تعمل صوت تحول الصوت بتاعك لصوت عربي احترافي 100% تعال كده نسمع الفيديو مع بعض بالصوت بتاع وهقول لك تعمله ازاي بالتفصيل يضيء فقط عند الحاجة الحقيقية وصل تيمو الى جسر خشبي قديم يربط بين ضفتين نهر جارف كانت الرياح تعصف لكنه تمسك بالحبال بقوة وعبر بحذر متذكرا كلمات البوم الحكيم اولا هنحتاج 3 موقع الموقع الاول اللي هو شهاد جي بي دي الموقع التاني عشان نحول الكلام بتاعنا الى فيديو بشكل احترافي جدا الموقع التالت عشان نحول النص بتاعنا الى صوت عربي احترافي جدا مع العلم ان التلات موقع هنستخدمهم بشكل مجاني اول حاجة هنا هستخدم موقع شهاد جي بي دي بطلب منه القصة بتاعتي وكل حاجة بحذافرها فانا هنا قلت له عايز قصة بالعربي عن ولد شجيع وتكون ان هي جميلة وسعيدة بس تكون الشخصيات كرتونية وتكون القصة مكونة من عشر مشاهد بعد كده هنا قلت له عايزك تكتب مطالبات واحترافية كاملة بدون فواصل عشان استخدمها بالذكاء الاصطناعي ومهم يكون القصة مكونة من عشر مشاهد طبعا انا كتبت له النص كامل كده وبعدت له هنا كتب ليه القصة بتاعتي بالعربي القصة بعنوان شجاعة تيمو المشهد الاول ده البداية كان تيمو كذا 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 فاهم فهو هنا بيبدأ يدي لك القصة نفسها اذا هنا كتب لي العشر مشاهد بيقول لي هنا القصة طبعا بالعربي قرر تيمو يعمل كذا 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 ومش عارف ايه وكل حاجة هنا بالتفصيل العشر مشاهد اللي انا طلبتهم منه بعد كده المطالبات الاحترافية اللي انا قلت له عليها اللي هم عشر مطالبات لو هنيجي ننسخ ده كده عشان نترجمه هنيجي هنا عشان هترجم او هروح على موقع ترجمة جوجل وهترجم منه النص عادي هنا طبعا المشهد بقول له ايه بقول له ابتكر مشهدا كارتونيا سلسل ابعاد اللي قال النب صغير اسمه ايه تيمو يتميز بكذا كذا كذا طبعا هنا بيكتب ايه بيكتب النص اللي هو بتاع المشهد الاول بحيث لما الراجل هو بيتكلم عربي لما انا ادمجه مع الفيديو يكون نفس النص مع نفس المشهد بالضبط فعشان ما يكونش فيه لغباطة ما بين النص والمشهد لان للأسف فيه ناس بتشرح الحتة دي على اليوتيوب بتلاقي النص مختلف عن المشهد وده غلط كده انا كتبت كل حاجة بتاعتي النص بتاعي اللي انا حاوله الصوت وهنا دي المطالبات اللي انا هطلبها من هنا من الموقع ده هندخل على الموقع ده wan.video هسيط لك برضو كل حاجة في وصف الفيديو وفي اول تعليق هنيجي هنا هندوس على login عشان نعمل تسجيل دخول في الموقع هنا بيطلب مني هتسجل عن طريق حساب جوجل ولا عن طريق جيت هاب فانا معايا حساب جوجل هدوس هنا على sign in with google حولني طبعا لما كان في الحسابات بتاع جوجل بتاعتي تلقائيا طالما انا مسجل حساب على جوجل بيظهر لو انا مش مسجل ولا حساب على موقع هنا على المتصفح يعني مش مسجل ولا حساب منهم هيطلب مني طبعا هكتب الاميل بتاع الحساب بتاعي بتاع جوجل والباسورد لو انت ما عندكش حساب جوجل هسيب لك في التعليقات والوصف برضو فيديو ازاي تسجل حساب جوجل او زي تعمل حساب جوجل جديد المهم انا هختار ايميل من الاميلات بتاعت اللي انا ضيفهم على المتصفح عندي وهدوس عليه بعد كده هنا بياخد مني الصلاحيات دي انا شاهف انها صلاحيات عادية مافاش اي ضرر علي وهدوس هنا على متابعة كده انا عملت الاكاونت بتاعي عندي هنا خمسين كريدت يعني انا معايا خمسين عملة جوه الموقع طيب هادا العملات دي لما تخلص انا هعمل ايه بص انت كل يوم عندك هتاخد خمسين عملة وكل يوم وتدخل على الموجه ده بالأكونت بتاعك أو الحساب بتاعك هتاخد 50 عملة العملات دي هتفضل معاك 30 يوم بعد الثلاثين يوم هتروح منك فإنت لما يكون معاك عملات كتير اعمل فيديوهات استخدم بشكل مستمر عشان نهاية الشهر أو نهاية الثلاثين يوم العملات دي هتخلص منك وهيبدأ يرجع لك 50 عملة بس اللي هي بتاكملِ كل يوم طيب لو أنا استخدمت العملات دي النهارد اللي هم لخمسين عملة وخلصوا منه عايز اعمل فيديو. فقدامي حلين. الحل الاول ان انا هستنى لتاني يوم. والحل التاني ان انا لما اعمل فيديو هنشره هنا على الموقع واخد لي عشرين عملة. هعمل الكلام ده مرتين. هاخد لي اربعين عملة. بالاضافة كمان لما حد يعمل لايك على البوست بتاعي او الحاجة بتاعت اللي انا نشرتها. باخد خمس عملات. طيب عشان ما نطولش في الشرح. اول حاجة هنا عندي اللي هو لو انا عايز اعمل صور زكاية الاصطناعي. وهنا اي اي فيديو ده المطلوب بتاعنا بالفيديو. انا عايز اعمل فيديو زكاية الاصطناعي. هدوس هنا على اي اي فيديو. ركز هنا كده في الحتة دي. عايزين ناخد واحدة واحدة هنا ونتعامل معايا. اول حاجة هنا اللي هي اللي هو مختارها. بيقول لي دي زي دي. لكن دي هتكون بجودة عالية جدا. يعني الفيديو نفسه جودة عالية جدا. اكتر حاجة ممكن يعملها لك. اللي تحته ده نفس اللي فوق بالزبط. ولكن الجودة هتكون اقل حاجة بسيطة. لكن هي برضو الجودة عالية خالص يعني ما تيلقش. بالاضافة كمان انت ما بتعمل فيديو من الاولانية دي. لما بتعمل فيديو بجودة عالية. للاسف بياخد منك وقت كبير جدا. ممكن يوصل لساعات عشان يعمل لك الفيديو. لكن دي هتكون الجودة اقل من دي. وكمان هيعمل الفيديو بتاعك بسرعة. يعني ممكن ياخد منك تلات اربعة داية ولا حاجة. الاخيرة دي يعني يسيبك منها. فاحنا هنختار دي. ده بقى الحاجة اللي هي بطلبها منه. اللي هي نرجع هنا للموقع ده. اول مشهد ده اللي هو كده. هنيجي هنا ونضيفه هنا. طبعا عندي هنا تمنمية حرف. مش تمنمية كلمة. فانا لو نساخت دول كلهم كده مش هيردى انت اخرك في المكان ده تمنمية حرف. بعد كده انا عايز اعمل الفيديو بتاعي عرض هنشره على اليوتيوب. ولا هعمله طول. هنشره مثلا على الفيسبوك. ولا شرط يوتيوب ولا تيك توك ولا ايه بالزبط. فانت على حسب ما هتعمل. انا عن نفسي هختار مسلا اللي هو العرض ده. عشان انشره على اليوتيوب عادي جدا. وعندي هنا العلامتين دول. هخلي دي شغالة زي ما هي. ودي لو انا مسلا عايز اضيف اللي هي اللي هي يعني بضيف مؤثرات صوتية. وانا مش برجح الحاجة دي. يعني بلاش منها. ليه? عشان ممكن طبعا يضيف لك موسيقى والكلام ده كل. وانا طبعا بسطحها من الموسيقى. ففي النهاية هدوس هنا على فيديو. هيعمل هالي بخمس عملات. انا معين خمسين عملة. يعني انا ممكن اعمل عشر مشاهد بالخمسين عملة اللي هما الدهالي النهاردة. هدوس هنا على فيديو. هنا بيعمل المشهد بتاعي زي ما انت شايف كده هياخد اربع دقائق بالزبط. هل كده انا هستنى لما يخلص? لا. انا هاخد برضو المشهد التاني اللي هو فين? اللي هو ده. تمام? وهاجي هنا وهضيف مكان ده. اوكي? همس عده خلص كده. وهضيف المشهد التاني مكانه. وهدوس هنا برضو على فيديو. هيبدأ يعمل المشهد التاني. نفس الكلام هياخد المشهد التالت ده. وهمس عده وهضيف ده مكانه. وهدوس هنا. برضو هكمل نفس الباقي بالزبط. اول مشهد اتعامل معي هو بص كده. لو نشغل الفيديو طبعا انا اقافل الصوت. فهدوس كده على الفيديو ونفتح الفيديو. عايز اقول لك الجودة ممتازة جدا جدا جدا. كده الحمد لله المشاهد بتاعتي كلها اتعملت. تمام? طيب احنا من كن نعمل ايه دلوقتي? اول حاجة بناخد المشهد الاولين ده. وليكن المشهد ده هندوس هنا على ايكونة التحميل. هندوس عليها مرة كده. هينزل عندي على الكمبيوتر بتاعي. نفس الكلام هنزل هنا. وادوس هنا على ايكون التنزيل. لغاية ما حمل كل الفيديوهات اللي عندي. كده خلاص انا حملت كل المشاهد عندي على الجهاز ورقمتهم بالترتيب كده عشرة تسعة تمانية الى اخر الفيديوهات دي. طب انا ليه رقمتهم كده عشان لما اضيف الصوت بتاعي العربي هضيفه مع المشهد بتاعي اكون انا عارف المشهد ده فين بالزبط. المفروض هنعمل ايه بعد كده? هنحتاج هنا الموقع ده بتاع تحويل النص الى صوت احترافي جدا بالعربي. وهنحتاج برضو النص اللي احنا كتبناه او اللي احنا عملناه في شهات جي بيتي. فناخد كده العشر مشاهد دول اللي احنا طلبناهم من شهات جي بيتي. وهنروح هنا على اي مكان هنا مسلا في الجهاز عندك. وننسخ او نضيف هنا المشاهد بتاعتنا. فانا عندي هنا ده المشهد الاول. المشهد التاني هنمسح الكلمة دي تمام? وهنا المشهد التالت نمسح اللي هو النص بتاعه كده. وهكذا لغاية ما تمسح اللي الحاجات دي. كده انا معي العشر نصوص هنسخهم كلهم كده. وهنيجي هنا على الموقع بتاع تحويل اللي هو النص الى صوت. وهنضيف هنا النص بتاعنا اوكي? طيب. بعد كده عندي هنا في الاعدادات بنختار هنا الصوت بتاعنا. انا عن نفسي على حسب استخدامي هنا في الموقع ده اكتر من مرة. انا بحب الصوت ده. اللي هو بيل. فهدوس هنا على الصوت ده كده. عشان يخلي الصوت هنا اللي هو هو مكتوب بيل. هدوس هنا على كده خلاص هو حول النص بتاعي لصوت. وطبعا الصوت هنا انا لو شغلته عشان اعمل فصل للصوت في التسجيل فمش هتسمعوه. في يحمل الصوت ده عندي على الجهاز. كده خلاص هو كده هحمل الصوت عندي على الجهاز. المرحلة اللي بعد كده هناخد الصوت وهناخد الفيديوهات دي طبعا الصوت اهو وهناخد الفيديوهات دي كلها كده هناخدهم على برنامج المونتاج. هنستخدم برنامج اسمه كاب كوت. البرنامج ده موجود طبعا على الموبايل وعلى الكمبيوتر. هتقدر تحمله مجاني وتستخدمه في حاجات كتير جدا مجانية. اول ما بفتح البرنامج طبعا برضو واسيب لك رابط تحميل برنامج في الوصف او التعليقات مع الرابط اللي انا اسيبها لكم. هدوس هنا على وبعدها بادوس هنا على الكلام ده كده. وهنا بادوس على المكان ده اودوس هنا على وبانسخ طبعا كل حاجة انا عملتها. اللي هو الصوت مع الفيديوهات بتاعتي. وهدوس هنا على كده انا عندي الحاجات بتاعتي. لو تفتكر انا ركمتهم اهو عشان ابقى عارف ان هي مشهد بالزبط هو اللي هيمشي مع النص. اول حاجة طبعا هنيجي هنا على الترتيب بالزبط رقم واحد. وبعدها رقم اتنين وهكزا. طب انا ممكن اعملي احدد هنا على رقم واحد. وادوس في الكوبورد على الزرار اللي هو سي تي ار ال اللي هو كنترول. وهحدد هنا على رقم اتنين. بعد كده رقم تلاتة. بحيس لما ادوس هنا على علامة الزائد يدفهم لي بالترتيب ركز كده واحد اتنين اهي تلاتة. نفس الكلام هكمل مع رقم اربعة وهنا رقم خمسة وستة سبعة وتمانية وتسعة وعشر. وهدوس هنا على علامة الزائد. هيلتبهم لي برضو بالزبط كده. هنيجي هنا ناخد اللي هو الصوت بتاعنا ده. هنسحبه كده بالماوس وهنضيفه تحت الفيديوهات دي. هنحركه شمال شوية كده عشان يبقى ماشي بالزبط. طيب انا عندي هنا للأسف عندي الفيديوهات اقصر من الصوت. يعني العشر فيديوهات دول قصيرين خالص عن اللي هو الصوت. طب الحل ايه? بكل بساطة. بنحدد على الفيديوهات دي كده بالزبط. وبعدها بنيجي هنا على وهنا هركز كده. نبدأ نزود دي شوية كده او نصغرها. زي كده بص. بحيث تخلي لو نصغر المكان ده شوية كده. بحيث تخلي المشهد يمشي معيه مع النص. زي كده. كده انا خلاص انا زبطت السرعة بتاعتي. بالزبط كده يعتبر مع الصوت بتاعي. يبقى كده الفيديو هيمشي مع الصوت لغاية الاخر. كده انا خلصت. طبعا الفيديو بتاعي شكله حلو جدا وجميل. وطبعا اتلاقي الصوت بالعربي. فبصراحة هيكون فيديو ممتز. في النهاية خالص بعمل ايه? بدوس هنا على وبعد كده هنا ده العنوان بتاع الفيديو. هنخلي مثلا فيديو زكاء اصطناعي. يعني من الاخر كده هتخلي كل الاعدادات دي نفس الاعدادات اللي عندك بالزبط. في النهاية خالص بدوس هنا على اكسبورت. هنا الفيديو تحمل على سطح المكتب زي ما انا اخترت. هنبدأ نفتح الفيديو كده ونشوف. طبعا هنا الفيديو ظاهر ان هو حاجة بطيئة زي ما انا اخترتها كده عشان يمشي مع الصوت بالزبط. وطبعا انت مش سامع الصوت. تعال كده هسامعك الفيديو مع الصوت. كان تيمو ارنب صغير بفراء بني. وعيون واسعة فضولية. يعيش في قرية صغيرة وسط الغابة. كان محبا للمغامرات. لكنه كان يخشى الظلام. ذات يوم سمع عن كنز مخبأ في الكهف العميق خلف الجبل الكبير. قرر تيمو التغلب على خوفه والبحث عن الكنز. جهز حقيبته الصغيرة. واخذ خريطة قديمة وجدها في مكتبة الغابة. كان يرتدي وشاحا احمر. يرمز لشجاعته الجديدة. في طريقه التقى بوم الحكيم. طائر ذريش رمادي وعيون ثاقبة. نصحه بان الشجاعة ليست في عدم الخوف بل في التغلب عليه. واعطاه مصباحا سحريا يضيء فقط عند الحاجة الحقيقية. وصل تيمو الى جسر خشبي قديم يربط بين ضفتين نهر جارف. كانت الرياح تعصف لكنه تمسك بالحبال بقوة وعبر بحذر. متذكرا كلمات البوم الحكيم. في الغابة المظلمة واجه الذئب الماكر زينو. وهو ذئب رمادي ذو عينين حدتين. حاول زينو اخافة تيمو. لكن الارنب الصغير استخدم ذكاءه. واشعل المصباح السحري. فاضاء المكان وهرب الذئب مذعورا. وصل تيمو الى مدخل الكهف. كان المكان موحشا. وصوت الرياح يثير الرهبة. لكنه تذكر ان الشجاعة تأتي بالمحاولة. دخل الكهف والمصباح السحري. اضاء طريقه بين الصخور. اثناء استكشافه داس على حجر خاطئ. فانطلقت سهام خشبية من الجدران. قفز سريعا. وتدحرج متفاديا الفخاخ بمرونة. وصل طريقه بقلب قوي. اخيرا وجد صندوقا ذهبيا متوهجا وسط الكهف. فتحه ليجد داخله نجمة الشجاعة جوهرة سحرية تزيد من قوة القلب والثقة بالنفس. خرج تيمو من الكهف منتصرا وعاد الى قريته حيث استقبله الجميع بحفاوة. كانوا فخورين بشجاعته. واصبح مصدر الهام لصغار القرية. اقام سكان القرية احتفالا كبيرا لتيمو. حيث اضاءت نجمة شجاعة سماء الليل. تعلم الجميع ان الشجاعة ليست غياب الخوف. بل القدرة على مواجهته. وهنا نكون انتهينا من الفيديو. اتمنى طبعا يكون الفيديو مفيد. لو حد فيكم عنده اي استفسار. وانا اتمنى تكتبوا استفسارات او كلام تشجعوني عليه عشان استمر في فيديوهات زي كده. ونفس الوقت لو عايزين تتعموني اعملوا لايك للفيديو. لو انتو عايزين فيديوهات تاني برضو اكتبولي. ويريد تشتروا في القناة. وفعلوا زر الجرس عشان لما انشر فيديو. يعني تشوفوه وتستفيدوا منه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.